أزائل أوكرانيون والأوكرانيات نتائج هذا اليوم هو الأسبوع بداية الشكر لجنودنا وهذا هو الوقت المناسب للاحتفاء بالوحدات القتالية التي أظهرت أفضل النتائج في المعارك في اتجاه كوبيانسك لواء المشال آلي المنفصل وفي اتجاه ليمان اللواء الأول للمهام التشغيلية للحرس الوطني وفي اتجاه باكروسك لواء المدفعية المنفصل الخامس والخمسين وفي اتجاه أوريخف اللواء الميكانيكي المنفصل 118 وفي اتجاه دنيبر اللواء المنفصل 35 من مشات البحرية واللواء المنفصل 123 للدفاع الإقليمي شكرا لكم جميعا أيها المحاربون على صمودكم والتدمير الفعال للمحتل أنا فخور بكل جندي من جنودنا الذين يحققون نتائج لوحداتهم ولزملائهم ولأوكرانيا بأكملها أود أيضا أن أشير اليوم إلى جميع أصدقاؤنا في العالم الذين ساعدونا هذا الأسبوع وقدموا لنا حزم دعم جديدة واتخذوا قرارات جديدة من أجل القوة الأوكرانية الولايات المتحدة شكرا لك على حزمة المساعدات ومن المهم جدا استعادة الاستقرار في الحفاظ على دفاعنا والآن هو بالتحديد من خلال مدافعين الأوكرانيين في هذه الحرب ستقرر ما إذا كان بوتين سينجح في توسيع منطقة الدمار في أوروبا وفي العالم هو إيقاف بوتين الآن يصب بالتأكيد في مصلحة الجميع الدنمارك شكرا لكم على الحزمة السادسة عشر من المساعدات الدفاعية الجديدة من المدفعية التي نحتاجها كذلك ألمانيا شكرا لك على اتخاذ الخطوات الأسبوعية لدعم بلادنا وشعبنا شكرا لجميع الدول التي انضمت إلى المبادرة التشيكية لشراء قذائف لأوكرانيا وبشكل منفصل أود أن أشيد باليونان لفهمها الوضع للتهديدات التي يواجهها الجميع في أوروبا وكندا ممتن لانضمامكم إلى تحالف الطائرات بدون طيار وهذا سلاح أثبت فعاليته للغاية وفي مثل هذه الظروف الحربية الصعبة فإن قصر نظر جيشنا هو قصر نظر واضح لدى بعض الشركاء واليوم أود أيضا أن أحتفي بالقيادة الفرنسية في أوروبا فنحن نقدر الطريقة التي يعمل بها الرئيس الفرنسي ماكرون على تطوير منظور استراتيجي لأوروبا وهو منظور للأمن التنافسي الحقيقي الذي لم يكن ممكنا لو لا هزيمة بوتين في هذه الحرب ومرة أخرى وفي هذه الأيام يحاكي الدكتاتور الروسي انتخابات أخرى ومن الواضح للجميع في العالم أن هذه الشخصية كما حدث في كثير من الأحيان في التاريخ سائمة السلطة وتفعل كل شيء من أجل أن تحكم إلى الأبد لا يوجد شر لن يرتكبه لإطالة أمد قوته الشخصية ولا يوجد أحد في العالم محصن من هذا كما أشكر كل دولة وكل زعيم وكل المنظمات الدولية التي تنادي وتسمي هذه الأشياء بأسمائها كل ما تفعله روسيا في الأراضي المحتلة في أوكرانيا يعد جريمة إن كل ما فعله القتل الروس في هذه الحرب ومن أجل حكم بوتين الذي دام مدى الحياة لا بد أن يكون له عقاب عادل إنه يخشى شيئاً واحداً فقط هو العدالة لا شرعية لهذه الانتخابات المحاكاة ولا يمكن أن تكون ويجب أن ينتهي الأمر بهذا الشخص في قفص الاتهام في لاهاي وهذا ما يتعين علينا ضمانه وكل شخص في العالم يقدر الحياة شكراً لكل من هو مع أوكرانيا وفي أوكرانيا المجد لكل من يقاتل ويعمل من أجل وطننا وشعبنا المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر